معيت الأحلام للديكور تعلم واستمتع شاهد لتستمر بالإبداع السلام عليكم الله أعطيكم العافية جميعاً اليوم أريد أن نعلمكم طريقة قص الجبصين كرانيش الجبصين طريقة صحيحة طبعاً هذه القص على الماكينة وليس يدوي نفس التطبيق اليدوي ولكن على الماكينة هنا يأتي أدق بكثير يعني يأتي معي بالليبرا بالميلي إنه واحد زائد واحد يساوي اثنين دعنا الآن نجيب الكرانيشة ونقصها من النص مبدئياً ومبدئها سهل طبعاً هذه كرانيشة الأس بدها تكون لتحت يعني البطن تبعها من تحت وشو بنعمل بنجيب منزيحها من هون هيك تمام وشو المهم أنه أنت ما تحطها مستقيمة هيك أوغوف ما تحطها مستقيمة لازم تحطها ايش بقل الميل ها بالميل لما تكون هاي واصلة لتحت الحفة لتحت تكون ها واصلة مية بالمية يعني هاي الحفة هاي تكون ملازقة بشكل كلي مع وجه الاسكل تمام؟ مجرد ما سوينها زي هيك الموضوع صار أسهل علينا بكثير طبعاً منزيح إلى هون قدر الإمكان وهيك هاي الأولى وهاي الثانية نفس السيستم القطعة الثانية بتوقفها بالطريقة هاي كويس يام مع الحفة مع الصفر مجرد وبعدين هيك بكون راكب على بعضها ومية بالمية بس هاي هاي طبعا خلينا نجرب كيف بنركبها فوق وهيكا بنبلش نركب بالكيرانيس طبعاً بعد ما نحط اشي تحت لهم انهم يلقاهم يعني يشيلهم تمام؟ وبعدين بنحط القطعة هاي مثل ما كانت راكبة على السكل وهاي نفس السيستم ها هاي تدقرها من هون ومن هون ها ها بتكون طبعاً جاهزة لتشطيب معروف انه بكتشتغلها جبصين وليف من الخلف تمام؟ بعد ما تسقيها وتركبها معاك مية بالمية المهم انه هون التغليق لما بننجي بالمكشطة الفرنسية يكون معاي يمبين انه تغليق مية بالمية ولطيف وسهل انه تسطيب باعتقادي انه القص على السكل اسهل من القص اليدوي وبعطيني نتيجة مية بالمية طبعاً هيك عملنا قياسين لازبون بحيث انه يشوف وينجي شو الارتفاع اللي بديه هل انه بده نزول فرنسي او نزول الاوروبي الاوروبي دائماً بتكون الانه ريادو بمبينة مش زي الفرنسي والله يعطيكم الصحة والله عافية السلام عليكم ان كانت المسافات تفرقنا فبعيت الاحلام للديكور يجمعنا وتذكر الاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو مفيد وجديد